صفحات حياتنا عبارة عن تجارب، تجارب حلوة وتجارب صعبة كلها نتعلم منها وكلها تستحق أن تروى ولما نوصل إلى نهاية التجربة لا يسعنا إلا أن نقلب الصفحة لنبدأ صفحة جديدة وفصل جديد من حياتنا بودكاست إقلب الصفحة يهدف لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمطلقين حول المملكة وذلك عن طريق عرض قصص واقعية لهم ورغبوا في مشاركتها ومشاركة تجاربهم ليتم الاستفادة منها في كل حلقة هنعرض واحدة من القصص ونناقشها من خلال موضوع الحلقة بوجود ضيف أو ضيفة نتناقش معاها في القصة المطروحة طبعاً نحب نأكد أن برنامج إقلب الصفحة ما يشجع على الطلاق ولا نؤيد الطلاق كحل مثالي لإنهاء المشاكل الزوجية هدفنا الدعم والتوعية المجتمع بالتحديات التي قد تواجههم ونساعدهم في الحصول على الاستشارة التي يحتاجوها تجربة الطلاق تجربة صعبة على الرجل والمرأة وقد يشعر كثير منهم بالخوف من خوض التجربة من جديد فالزواج للمرة الثانية يستدعي إلى أن يضع الطرفان مجهود لإنجاحه خاصة إن كان لكل منهما تجربة زواج سابقة إن نجاح أو فشل الزواج الثاني يعتمد على عدة عوامل ولكن بالطبع قد يكون فرصة للمرأة والرجل في بداية صفحة جديدة من حياتهم نسمع قصة اليوم ونناقش الموضوع مع ضيفنا أتزوجت لمدة تسعة أشهر خلالها اكتشفت إن الإنسان اللي تزوجته ما أبغى عيش معه ولا أبني معه حياة مشتركة فقررت إن الطلاق أفضل لا يوجد أبناء بعد الطلاق كنت متألمة أكثر لرفض أمي وعدم دعمها لي لأني أنا اللي طلبت الطلاق وما زال موقفها وردة فعلها تؤلم إلى الآن تزوجت بعمر الـ 22 ويعتبر متأخر جدا في عائلتنا وسببت قلق لهم خصوصا وإني جميلة ومستغربين من رفضي للزواج المبكر عموما كان قرار الزواج بيد أهلي مو بيدي بعد الطلاق تحسنت حياتي صار عندي حرية أكبر في اتخاذ القرارات ضغطوا أهلي علي عشان أتزوج مرة ثانية وتحت رغبتهم اضطريت أتعرض للشوف الشرعية مع أشخاص ما كان فيه أمل أقبل الزواج منهم لكن عشان أهلي قبلت ما كنت أبغى أكون زوجة ثانية أو ثالثة لكن كان هذا الخيار الوحيد اللي يتوفر لي وطبيعة الرجال اللي يتقدموا لي ما كنت راطي عنها الحلول اللي اقترحوها اللي حولي إنه أطلع وأترزز بالمناسبات عشان تيجين عروض زواج أفضل طبعا ما كنت أبغى أسوي كذا ولذلك ضليت وقت طويل من غير زواج الحقيقة أتمنى لو كان فيه خيارات أكثر وحرية أكبر في اختيار شركة الحياة حمد الله ما قدر أقول عن نفسي مطلقة لن اتزوجت الآن وحياتي أفضل بكثير من القصص اللي أسمعها لكن أتمنى الوضع يكون أفضل لكل البنات ضيفنا اليوم هو أستاذ خالد سيندي أستاذ خالد استشاري علاقات زوجية وأسرية في مركز أكت في جدة وهو عضو الجمعين البريطانية لعلم النفس أهلا بك أستاذ خالد أهلا وسهلا غزل بسمة أهلا وسهلا طبعا يشرفنا وجودك معانا اليوم وما شاء الله يعني أنت أجوها حبينا اليوم نتكلم أكتر معاك في موضوع الزواج مرة ثانية بالنسبة للرجل أو المرأة المطلقة وزي ما سمعنا قصتنا اليوم تجربة السيدة كانت تجربة تعتبر أو هي اعتبرتها ناجحة أنه هي لما تزوجت مرة ثانية كانت سيدة فهل تعتقد أن النسان أو نسبة السعادة أنه إيجادها في الزواج الثاني بتكون ممكنة؟ أبغى أبدأ بس بأن الطلاق ما هو شيء سيء في كثير من الناس عندهم فكرة أنه الطلاق ده شيء سيء لو كان الطلاق شيء سيء ما كان ربنا أحله الطلاق زي الزواج زي حل المشاكل زي نروح لاستشاري كلها وسائل نستخدمها عشان نعيش حياة زوجي حياة عموما حياة سعيدة فالطلاق مش شر في ذاته هو شر لما يستخدم بصورة غير سليمة بس هو أحيانا يكون الحل الأسلم للحياة الزوجية بين الشركين نعم جوابنا على سؤالك نعم في حياة سعيدة بعض الطلاق ممكن تكون موجودة لكن إذا تمت بالصورة السليمة للأسف الدراسات يعني الدراسات التي عملت في أمريكا ما تشجع أحيانا نسمع أنه نسب الطلاق تزيد في الزواج الثاني وفي الزواج الثالث هذا الكلام صحيح في دراسات كده تعملت في دراسات تانية كانت أدت نتائج مختلفة لكن المعول عليه هل أنا في الزواج الثاني بأساوي بالطرق الصحية والنفسية السليمة ولا أنا أساوي بداعي الحاجة وهذا هو الشيء استسخد لما كنا بنعمل بحث على الحلقة لقينا فيه نسب زي ما قلت أقول أنه الزواج مرة ثانية بتكون نسب الطلاق أعلى وفيه دراسات أخرى تقول أنها هي أقل فأكيد فيه سبب فإيش السبب يا ترى اختلاف النسب هذه طبعا في كل المواضيع الإنسانية سواء كانت علم النفس علم الاجتماع في التربية الدراسات لما تعمل تعمل من خلف نظريات في واحد بيحط نظرية وبيحاول يدرسها يطبقها أو ينقضها بيطبقها يؤكدها أو ينفيها وبالتالي لما تتحط النظرية وطريقة تجميع البيانات تفرق من واحد للتاني ولكن هافترض هنا ثبات كل المعطيات في زواجات ناجحة وفي زواجات غير ناجحة إذا كانت نظرية بتقول أنه الزواج الثاني سيء هاروح أدور على أمثلة لهذا الموضوع وتسموه البايس حق الريسيرشر في دراسات ثانية تقول لا الزواج ده كويس وحدور أمثلة تلقائيا أنا حكم مندفع لأمثلة بهذا النوع طيب كيف يعرف الرجل المطلق أو المرأة أنهم مستعدين لخوض تجربة زواج مرة ثانية طيب الخروج من تجربة الطلاق تجربة سيئة الطلاق ثاني مسبب للاكتئاب للإنسان بعد الموت وبالتالي المشاعر عند الإنسان بعد مرحلة الطلاق تكون متألمة جدا في خوف في غضب في لوم ذات في شعور بالفشل كمية كبيرة من المشاعر السلبية تحيط بالإنسان وبالتالي هذه المشاعر بتكون مجموعة من الأفكار عن ذاته عن العلاقة الزوجية عن شريك الحياة عن أهل الزوجة أو الزوج مجموعة كبيرة من المشاعر عن تجربة الزواج بشكل عام متى يكون الإنسان جاهز لأنه ينطلق إلى زواج آخر إذا تحرر من المشاعر السلبية اللي عنده يعني ما في شعور بالحقب بالغضب من الشريك السابق ما في نوع من لوم الذات ما في نوع من التأنيب ما في نوع من الشعور باليأس ما في نوع من الشعور بالإحباط تحرر من هذه المشاعر السلبية وعندما تكون أفكاره واحد عن ذاته عن شريك الحياة عن الحياة الزوجية عموما إيجابية أكثر لما ما يكون عايش الماضي أكثر من المستقبل اللي بيحصل بعد الزواج إنه أنا بعيش الماضي إحنا كنا نروح المكان دا كنا نساوي كده كنا نعمل كده في اليوم الفلاني كنا نعمل كذا في الصيف بنروح نسافر المكان دا في عيد رمضان في عيد الأضحى بنعمل كذا هي أو هو عايشين الماضي مش المستقبل والعنصر التالت بعد المشاعر والأفكار إنه يكون متعلقات الطلاق مستقرة الأبناء البيت السكن الناحية المالية الناحية القانونية شيء صعب ويحتاج أحيانا إلى وقت بس أحيانا أنا كنت خلصت من مشاعر السلبية والأفكار السلبية عن الطلاق وعن شريك الحياة بس تجيني مشاعر سلبية مثلا من أبناء المتعذبين بعض الطلاق وأفضل أحمل المشاعر دي على قصة الطلاق أنا لسا ما خلصت لازم أكون من ناحية شعورية ومن ناحية ذهنية تجاوزت أزمة الطلاق اللي حصلت تجاوزت تجربة الطلاق اللي حصلت أحد علماء النفس يقول الزواج الثاني هو صراع ما بين الأمل والتجربة الحقيقية حلو صح هو اللي بنشوفه و بنسمعه أستاذ خالد حوالينا في المجتمع أنه يعني يصير المرأة والرجل بيقفزوا من بعد الطلاق على طول يعني ما يتصدق مثلا بذات الرجل بذات الرجل يعني أحد المستغربين أنه على طول الرجل على طول يعني كأنها حكاية كبرياء يمكن هو الإيغو أنه أنا آه خلاص لعشان والله أثبت أنه أنا مو أنا غلط فيه أنا فأروح أدورها لأحد تاني وعلى طول أتزوجها حتى في ستات يعني في ستات مثلا ممكن واحد تكون تزوج ثلاثة أو أربع مرات ولا عمرها لجأت لأي نوع نوع مثلا العلاج النفسي أو المساعد لأنه ما تبقى تنظر نفسها وتشوف إيش اللي تغير فيها أو هي ممكن كانت غلطانة في إيش حتى فكيف ممكن يعني نوعي دول الناس أو أنه فهموا أنه ترى يا جماعة لازم تشتغلوا على نفسكم أول قبل ما توصلوا دي المرحلة مرة ثانية لما هيخرج من تجربة الطلاق أو تخرج من تجربة الطلاق في أزمة عاطفية طبعا عندنا ثلاثة مشاكي رئيسية في مجتمعنا اللي وإحنا نتكلم عن المجتمع في المراكة العربية السعودية في عندنا أول شيء النظرة لأنه هادي أو هذا إنسان فاشل ما نجحت اطلقت مسكينة الكلمة اللي نسمعها اتنين شوفي إيه سوّت في أولادها أو إيه سوّت في أولاده وش أعترهم كلمة الكبيرة دائما أني اسماعها أو كلمة يا ترى الناس إيش هيقولوا عليها مطلقة وصعوبات الحياة دي هادي الستيجما بنحاول بسرعة أنه نتجاوزها بأنه لا ترى تجاوزت مرة ثانية أنا ما عندي أي مشكلة عند كثير من الأشخاص أحيانا ممكن يكون ضغط الأهل أحيانا الأهل يضغطوا بقوة خلاص أتجوز خلاص أتجوز أو السيدات أحيانا كثير من شكوى العملاء عندي أنه ما أنا قادر أعيش مع أهل مع أبويا وأمي زي ما كنت ما أنا قادر أرجع البيت عندهم فأنا بأخرج أمي مصعبة علي الأشياء ما عندي الحرية اللي كانت في بيتي فأنا بأخرج كثير من الأحيان يكون الزواج الثاني مو لأنه شخص يتزوج هروب هروب من البيت هروب من كلام الناس احتياج كثير من السيدات كانوا غير عاملات تحتاج اللي يرعاها ماليا تحتاج اللي يساعدها في الأبناء تحتاج اللي يوقف جنبها سو في أسباب أحيانا كثير تدفع الأشخاص في مجتمعنا إلى أنه يتزوج مرة ثانية لكن ولا سبب من دي الأسباب هي أسباب صحية للعلاقة الزوجية وهذا بتأثر على يعني نسبة أنه أنه يحصل طلاق آخر بعد الزواج بهذه الطريقة بعد الضغط الأهل وضغط المجتمع أكيد حيسبب لطلاق آخر تخيلي واحد بيتزوج لأنه يبغى واحدة بس تربيله أولاده هو بيدور على أقرب واحدة تقول له إيوة يعني كان عندي كلاينت طلق زوجته خلال شهر كان متزوج الثانية خلال شهر كان متزوج الثانية ليش؟ قال لي أنا عندي طفل عمره ثلاثة سنين طب ليهما ليهما هو مع أمه ما أسيبهم مع أمه هو أخذ الأولاد زنق نفسه ما رتب الطلاق حتى مع شريكته زنق نفسه أخذ الأولاد واضطر أنه يتزوج بسرعة بعد شهرين من الطلاق كان هو زوجته الجديدة عندي يعني يمكن زي ما أقولنا أول أنه لاحظنا أنه فيه نظرة الرجل تختلف عن نظرة المرأة في الزواج مرة ثانية وزي ما أقولت إذا ما كان فيه ظروف اللي هي تضغط المرأة أو تضغط الرجل أن يتزوج ليش دائما الرجل هو اللي نلاحظ أنه على الطول بيلجأ أنه يتزوج مرة ثانية وإيش نظرته؟ يعني هل هو زي ما أقولنا حقيقي له علاقة بالكبرياء والإيغو وللأ بس زي ما قلت هو خاص الرجال متعودون فيه وحدة في حياته طيب الله يستر في عندكم كثير مستمعين رجال عشان ما باهم يكرهون بيزيدوا الله يستر شيدات أكثر طيب حقول كلمة حق في حق المرأة المرأة أنضج عاطفيا من الرجل التندنسية والطبيعة حق المرأة بتخليها لما يحصل عندها كل لابس أو يحصل عندها هدم في شيء ما ترجع لنفسها تحتضن نفسها تبكي تنهار تزعل تدور على الدعم من اللي حولينها وتاخد وقت وتوقف على رجلها الرجل لأنه بنرب الأبناء على أنه أنت رجال ما يصير تبكي ما يصير يكون عندك عاطفة وقف يقوم يبغى بسرعة يعوض الموضوع ده بالإضافة لنقطة ثانية مهمة جدا يعني أرجو المعذرة على الصراحة لكن لا حرجة في العلم الرجل عنده الاحتياج الجنسي أقوى من الاحتياج الجنسي عند المرة المرة عنده الاحتياج العاطفي أقوى فهو بيكون يبغى يعوض بسرعة هذا الموضوع مما يخليه يلجأ إلى علاقة زواجية سريعة طيب لا نضوج عاطفي ولا نضوج في احتياجاته مع زي ما قلنا شايل أحمال ثقيلة من الزواج الأول داخل لزواج الثاني وهو غير مؤهل أبدا ولسه في إنسانة جديدة حيحتاج يعرف احتياجاتها يتعود عليها ويقول لها لا تزني عليها وأنا ما نناقص اللي صار في الزواج الأول يتكرر في الزواج الثاني وننتهي خلال شهرين ثلاثة ستة شهور معدل طلاق الزواج الثاني سنة الزواج الأول خمسة سنين المتوسط الزواج الثاني سنة خلال سنة أنتهينا مخيف هذه أنا أحب أوجه دعوة للسيدات أنه ما تقبل أنه يجيها عريس يكون دوبه مطلق أو دوبه مخلص من علاقة من علاقة زواجه ويجي يتقدم له وتكبله على طول أنا تطلب منه أنه يشتغل على نفسه أول أنا أتوقع كده مفروض هذا شيء بخوف يعني الحقيقة عشان نتزوج مرة تانية لازم تكون في خطوات قبل ما أقدم على عملية الزواج ونعرف منك الخطوات هذه أول شيء وأهم شيء لازم أغير نظرتي للزواج الثاني الكلمة اللي أسمعها كتير أبغى أحد يعوضني الزواج الأول وهذه أكبر مصيبة ما أحد حيعوض أحد أي شيء ليش؟ إذا أنت داخل بنظرة تعويض أو داخل الزواج الثاني بنظرة تعويض معناها أنت ما تصالحتي مع القصة الأولى ما تصالح الرجل مع القصة الأولى هو داخل أنا ناقص عن ما كنت عليه وكلمة ناقص ما هي شيء سيء كلنا عندنا نواقص وإيجابيات وسلبيات فعندي نواقص من الزواج الأولاني داخل أبغى أحد تاني يتحمل مسؤوليته ويساعدني فيه والشخص الجديد ده ممكن يكون برضو عنده قصة وداخل برضو بنواقص يبغى أحد يعوضه وساعتها محد حيعوض أحد ما يجب أن يكون لازم أغير نظرتي للزواج الثاني زواج مرة تانية فرصة جديدة أن يعيش حياتي بصورة أكثر إيجابية بصورة سعادة لما أشتغل مع أحدنا الكنايت أول شيء نحطه الهدف ليش أبغى أتجوز ليش مثلا حتى أحيانا أبغى أتطلق هل أبغى أتطلق عشان أهدم بيت عشان أكسر بيت عشان أشتت أولاد ولا أبغى أتطلق عشان أعيش حياة سعيدة إذا أبغى أتزوج عشان أعيش حياتي سعيد مبسوط محقق أهدافي هذا الهدف مو أبغى أتزوج عشان أهلي بيقولولي مو بتزوج عشان هذا الإنسان الجديد يجي ويعوض أو عشان إحساسي بالوحدة أو إحساسي بالوحدة أنا ما أبغى واحد من المخاوف الكبرى ما أعرف المستقبل إيش هيحمل لي ما بأعيش لي وحدي هذا مو هدف صحيح للزواج فإذن أول شيء تغيير وجهة نظرنا عن الزواج مرة تانية اتنين لازم يكون التقيت الشخص اللي أرتح له وقلبي دقله أرجوكم دقة واحدة مش ثلاث دقات فين مشكلة الثلاث دقات فين عندي مشكلة الثلاث دقات إني أنا خلاص حبيته ولما أحب ما حاشوف كل نقاط الضعف لما قلبي يدق دقة واحدة أنا عجبني هذا الشخص وبالتالي لا أزال أقدر أدرسه الخطوة رقم ثلاثة أدرس نقاط قوته نقاط ضعفه احتياجاته احتياجاتي تاريخه الأسري قصة زواجه الأولى الأخطاء اللي ارتكبها الأخطاء اللي الطرف التاني اللي كان معاه ارتكبها أنا لا أزال لما تكون دقة واحدة أقدر أقول والله هو إنسان جيد بس مو مرة جيد ما يناسبني تماما بس لما تكون ثلاث دقات هو ما يناسبني بس أنا أحبه وبالتالي أنا مضطرة أو مضطرة أني أخش معاه في علاقة وإلأسف هذا اللي يحصل في الزواجات اللي أحيانا تكون قائمة على الحب تماما إنه أنا ما بأشوف كامل الأخطاء وفقط باروح مع قلبي لا خليه يدق واحدة دقة حلو محترم قوي كده معجب بالشخص الخطوة اللي بعدها أدرس الشخص ده أشوف إلى أي مدى إحنا الاثنين في بيناتنا توافق في بيناتنا يعني ممكن نكمل بعض في الحياة الزوجية الخطوة رقم أربعة لازم أروح لأحد مختص يساعدنا إحنا الاثنين حتى لو كنت اشتغلت على نفسي قبل كده حتى لو كنت اشتغلت مع مختصين قبل كده تعالجت من ترسبات الزوج الأول وبذات يمكن كمان لو الشخص الثاني كمان كان عنده تجربة الزواج السابقة عادة في مجتمعنا هذا اللي يصير إن المطلقة مثلا تتزوج عادة مثلا مطلق يعني أو العكس أو الحقيقة بسمع حتى لو كان الطرف الثاني ما تزوج أحيانا كثير بعض الرجال يتزوج مرة تانية واحدة ما كان سبق لها الزواج وهذه أزمة تانية لأنه هي داخلة لسه أشايفها الحياة وردي وهو يمكن عنده جزء من التخوف يعني واحدة من عملائي كانت تقول لي أنا داخل لما حتزوج ده ما حاسمح لأمه تدخل في حياتنا زي ما كانت حماتي الأولى بتساوي اتعقدت إحنا داخلين أزمة على طول طيب فإذا نحتاج نروح إحنا الاثنين للمختصين يسووا لنا الاختبارات النفسية اللي تساعدنا على فهم بعض اليوم في مجال العلاقات الأسرية نقدر نساوي عدد كبير جدا من الاختبارات اختبارات التوافق في الحب اختبارات الاحتياجات اختبارات الشخصية اختبارات حتى في الصراع كيف هذا يعني يساوي الكونفليكت ستايلز والكونفليكت ستايلز هنا كيف الاثنين الصراع يزيد بيناتهم وكيف الاثنين الصراع يهدى بيناتهم لازم نساوي هذه الخطوات الأربعة أغير رجهة نظري عن الزواج أشوف الإنسان اللي قلبي يدقلوا أدرس الإنسان ده باستفاضة أروح لمختصين يساعدون عشان يعرفوا مقدار التوافق بين الشخصيتين طب في موضوع تاني كمان أستاذ خالد أو شفنا في الناس المقبل على الزواج مرة تانية سواء الرجال أو السيدات يصير عندهم من الخوف من الارتباط فيه رف كوميتمينت فزي ما قلت يكونوا ممكن عملوا الخطوات الأربعة كلها وشتغلوا على نفسهم ومسووا كل شي بس ما زال في الخوف ده أنه لا يعني ماذا لو طلقت مرة تانية ماذا لو أنا داخل لو أنا عارف الزواج إيش هو موزي أول مرة الواحد دخل مو عارف ودخل على إيه بس تاني مرة الواحد عارف عارف إيش عن مسؤوليات عارف الارتباط عارف إيش عن أولاد فبيصير فيه يعني يتفكر مليون مرة قل ما تدخل مرة تانية فممكن يكون إنسان مناسب وكل الظروف هذه ما تواجده فكيف الواحد ممكن يتخلص من الفير في كوميتمنت هذا الخوف بس ما واحد من مو واحد من هو أقوى المشاعر الإنسانية إطلاقا هو من منظومة المشاعر القوية ولكن هو أقوى المشاعر الإنسانية إطلاقا الخوف يدخل في كل المشاعر السلبية يعني في الغضب فيه خوف في الحزن فيه خوف في القرف الدسكست فيه خوف كل المشاعر السلبية في داخلها فيه خوف عشان كده التعامل مع الخوف بالنسبة لنا مهم جدا لكن معنى أن الإنسان لا يزال عنده فيه رفكوميتمت خوف من ارتباط يعني هو ما حل القضية الأولى أصلا موضوع الزواج الأول ما حله تماما لو كان موضوع الزواج الأول تم الانتهاء منه بصورة نفسية تامة ما كان وصل لمرحة الخوف من الارتباط وعشان أسهل الموضوع رغم أن الخوف أقوى المشاعر الإنسانية أسهلها تعاملا نحن عندنا مرامج لمواجهة الغضب إدارة الغضب وتأخذ أحيانا جلسات مطولة الخوف رغم أن أقوى المشاعر الإنسانية أسهل المشاعر الإنسانية تعاملا وأقدر أشتغل مع الناس على موضوع الخوف خلال أربع جلسات انتهي من الخوف من بساطته ولكن تعريفه الخوف أوهام تبدو حقيقية وفكر في أي شيء تخاف منه تحسي في لحظة الخوف أن أفكارك مبالغ فيها مشاعرك مبالغ فيها ويعدي الوقت وما سهر ولا شيء طبع ليش كنت خايفة لأنه سموها أوهام تبدو حقيقية وبالتالي إذا عرفنا كيف نتعامل مع الخوف الخوف السريع في العلاج منه أستاذ خالد كيف يؤثر وجود الأبناء عند الزوج أو الزوجة على قرار طلق زواجهم الثاني طيب كل الكلام اللي قلناه أولكا ممكن يكون سهل في حال أن الزوجين ما عندهم أبناء يشتغلوا على نفسهم يطوروا نفسهم شافها عجبته تقدم لها درسوا بعض تزوجوا أهلا وسهلا في أبناء أوه المعادلة لحظة استنى ما انتهينا في شيء آخر اليوم أصبح هناك طرف ثالث غير الشريكين المستقبلين وعشان كده الميكس فاميليز واحد من أصعب أنواع العلاقات إنها تبنى لأنه في أبناء وخصوصا إذا كانوا الأبناء حيسكنوا معنا أبناء وأبناءها حيسكنوا مع بعض كثير من الزوجات التانية انتهت انتهت عشان أبناء وأبناءها تضاربوا مع بعض وعشان كده نحتاج ناخد العنصر ده في المعادلة نفسياتهم أي أن كان الاستشاري اللي هيشتغلوا مع الزوجين يحتاجوا كمان إنهم موضوع الأبناء في المنطقة دي إذا كانوا بعض الأبناء يزوروا في الويكنز جمعة وسبت وبقية الأسبوع عند أحد الوالدين في مكان تاني كمان هذه معادلة أخرى يعني في معادلة الزواج التانية موضوع الأبناء موضوع حساس جدا لابد أن يأخذ بعين الاعتبار بغض النظر عن العلاقة نفسها هل ممكن أحيانا يوقف الزواج التاني بسبب الأبناء شفتها الزواج التاني ينتهي لأنه ما إحنا قادرين نصنع سلام بين أبناء وأبناءها فهو موضوع جدا مهم بس هل هو حجة كثير مثلا سيدات أشوفهم يقولوا والله أنا ما حد زواج عشان أربي أولادي أو ما بغي يجي أو مثلا رجال يقول ما بغي يجي مرت أبو الأولادي فهل هذا يعني إذة فير زي ما يقول البني آدم أنه هو الله يمنع نفسه بس عشان والله ما يبغي يجي مرت أبو أو زوج أم هو خلف الكلام خوف وليس حقيقة الحقائق يعني أنا جربت حاولت رحت لمختصين اشتغلت على الموضوع ده وساعتها حتى لو كان في صعوبة بين الأبناء والزوج الجديد أو بين الأبناء وزوجة الأب الجديدة في طرق لحل هذه المشاكل الميزة أنه إحنا اليوم بحمد الله تعالى صارنا نقدر نعرف أشياء كثير عن الإنسان عن المراهق عن الطفل عن يعني ما بعد المراهقة عن العلاقات الإنسانية سارت موضوع شيق جدا دراسته تمت بصورة مستفيضة ما في شيء يمنع الزواج الثاني إذا كان الطرفين يرغبوا في تحديات يس نأخذها في عين الاعتبار ونوجد لها حلول لكن إنه واحدة تقول أنا ما بأتزوج عشان ما أبغى أجيب لأولادي زوج أم كأنها بتقول أنا خايفة هذا الشريك الجديد ما يعامل أبنائي بالصورة السليمة وساعة هذا خوف نقدر نتعامل معه أبغى يعني ألم الموضوع في ثلاثة جوانب أنا أحب دايما الثلاثيات لأنها تسهل الموضوع ما ننساها واحد لا نخاف من الألم بعض الطلاق يحصل ألم لا نخاف من الألم لا نهرب منه إلى شيء آخر عشان ما نعيش حالة الألم الألم موجود عشان أفهم منه ذاتيتي فأعيش مع الألم لفترة أعيش مع نفسي لفترة عشان أفهمها اثنين الطلاق الأول انتهى في منه دروس لازم أفهم نفسي لازم أخذ الدروس لازم أعرف شريكي كان صح في إيش وأنا كنت غلط في إيش وأنا كنت صح في إيش وهو كان غلط في إيش لازم أخذ الدروس ثلاثة لازم أشتغل على السلبيات اللي حصلت القصة الأولى انتهت لأنه كان عندي نقاط ضعف اليوم عندي فرصة رائعة فإني أشتغل على نفسي أطور نقاط ضعفي فإذا لا أخافنا الألم أشتغل أفهم القصة الأولى وأعرف أسباب السلبيات اللي كانت عندي وأشتغل على نفسي لتطوير نفسي وأتمنى للجميع زواج ثاني سعيد ودائم جميل بالنسبة لي خلاصة الكلام أنه إذا الإنسان حيتزوج أول مرة وإذا كان حيحط مجهود خلينا نقول سبعين في المية لعشان ينجح الزواج فإذا حيتزوج مرة ثانية لازم يحط مجهود 150% لأنه زي ما قلت الإنسان سر يعرف أكتر سر واعي أكتر بأغلاطه بعيوبه فاهم إيش عن الزواج وعارف قد إيش مجهود لازم ينحط أصلا عشان ينجح الزواج بظروف طبيعية من غير أي ظروف خاصة ثانية فأعتقد أنه الواحد يكون داخل على الزواج الثاني هو حاطط في باله هذا الشي أنه ما هو شيء كده حيجي الواحد فأعتقد هذا حييرفع من نسبة نجاح الزواج الثاني أستاذ خالد نشكرك جدا على المعلومات اللي حضرتك وافتنا بيها نتمنى فعلا نكون ذات استفادة للجميع إذا حبوا المستمعين إنهم يتواصلوا معك ما هي الطريقة الأفضل؟ أنا موجود على كل السوشال ميديا باسم خالد فسندي كالد فسندي يتواصلوا معي عن طريق مركز أكت لا تنسوا تتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي على تويتر وفيسبوك والإنستجرام وإذا حبيتوا تتواصلوا معنا أرسلونا إيميل على info at اقلب الصفحة دوت كوم شكرا شكرا لكم مستمعينا كان معاكم باسمو وغزل هذا البرنامج يقدم برعاية جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة